اشتركوا في القناة كيف سجدوا روابط القناة على القناة وعلى الجروب باختصار هو جروب خاص لتدريس لأسياخ من الصفر وليس للخبراء يعني إذا بدي يجي خبير يفوت الجروب إذا حاب يستفيد منه أهلا وسهلا حاب يبدأ من الصفر أهلا وسهلا ما احترام لكل الخبراء لأنه ليه طريقة خاصة بالتعليم طبعا عندك مثلا في خبراء إشارة في خبراء أثار في خبراء إلكترونيات في خبراء تصنيع أجزة في خبراء برامج تصوير أبل الأقمار إن شاء الله قريبا راح نطرح مواضيع بخصوصها المهم فأنا ما بدا أطول عليكم كثير بالشرح أول هدف منه لأنه كثير كانت تأتيني التساؤلات يعني أين أجد الدروس أول من الدروس باللغة العامية أحكي لهم فقط أدخل على القناة راح تشوف الدروس طبعا موجودة بالقناة طبعا أنا داخل من قناة خارجية ليست قناتي يعني راح أعمل بحث عن القناة الخاصة بالدروس نكتب الأقرب الأحمر للأسياح لاحظوا يعني حتى لو خربطت راح يعدل لك الأقرب الأحمر أصار للسياحة القطبية الاستشارية ندخل عليها إذا بتلاحظوا مكتوب الصفحة الرئيسية الفيديوهات قوائم التشغيل القنوات وبشكل عام بتلاقي فيه فيديوهات على الواجهة شيء طبيعي بتقدر تنزل أيضا بتلاقي كل الدروس طريقة أخرى بتقدر تفوت على الفيديوهات في عنكم أسلوب الترتيب حسب البدء مثلا من الأقدم حط من الأقدم عشان توصل للدرس الأول لاحظوا الدرس الأول طبعا شباب ملاحظة بخصوص الدرس الأول أرجو من الجميع أنه يشاهد الدرس الأول كامل ويفهمه مية بالمية ويجيني جاهز مشان أختبره يعني لا تجيني تسألني أنا ما رح جاوبك نهائيا ما رح جاوبك يعني ما بلحق عليكم أنتوا تكونوا مثلا ألف ولا ألفين ولا ثلاثة أنا ما بلحق عليكم يعني فرجاء أنا بتيجي بتفهم الدرس كامل ما فهمتوش بتشوف شخص أنت شايفه فهمان بالنسبة لك أو بيستوعب بسرعة خليه يشوف الدرس الدرس مو صعب كثير ناس من عدة فئات عقلية بتفهموه أطفال ممكن يفهموه مو صعب فبتشوفه كامل لا تعمل تخطي ثاني ثانيتين أنك فهلوي لا تعمل فهلوي على الدروس لأنك ما رح تستوعبها لأننا عملها بطريقة خاصة أنه المعلومة مرتبطة بالأول وبالوسط وبالأخير يعني أنت لو قدمت ما رح تفهم لا الأول ولا رح تفهم الأخير لو رحت للأخير مش هتفهم الوسط ولا الأول شوف الدرس كامل وافهمه مية بالمية بعدها انتهن تكون ذكي يعني فعلا إثبتت أنك ذكي لأنك شفت الدرس كامل وفهمته تمام لأنه فاقد الشيء لا يعطيه بس تخلص إذا حابب أنك معلومات كيف تصنع المقابض وفيك تكملة توضحية معلومات مهمة بتشوف تكملة توضحية الدرس برضو نفس الحاجة لا تقدم لأنه فيه كثير أوهام الخبراء وهموك فيها وهي خطأ فيه موجودة في التكملة التوضحية يعني احضروا كامل وركز فيه أيضا فيه طرق تصنيع لمقابض رخيصة مقابض تحتاج يعني مكلفة قليلة تروى على مخرطة يسوي لك إياها ما بتكلم تكلف 20 دولار 30 دولار 10 دولارات لكن أنت ممكن تعمل مقبض ب5 دولار ممكن تعمل ب2 دولار ممكن تعمل ببلاش من مواد عندك متواجدة مش صعب الموضوع بعد ما تخلص تفهم الدرسين الأولانيات طبعا حطينا الترتيب بدءا من الأخدم بس تعمل الدرسين تشوفهم كامل فيه عندكم اللي هو الوصف أنا راح أحكي لكم ما هو الوصف الوصف هو معلومات خاصة توضع في كل رابط فيديو يوتيوب أو في كل مكان للفيديو لليوتيوب أحيانا ما بينهو فيه بعض الأشخاص ما بيحطوا وصف بيختصروا على حالهم مثلا هيفوتنا على الدرس الأول لاحظوا فيه سهم للأسفل طبعا حتى على الكمبيوتر نفس الحاجة تضغط عليه مكتوب الوصف شايفين كاتب إخواني الكرام جميع الدروس على القناة اليوتيوب بجلس شراكها طبعا بتشكر كل شخص دعم القروب ودعم القناة وأتمنى منكم فيه هون رابط قناة تليجرام بحط فيها بعض الأشياء للتسهيل مشان التحميل يعني أنت هتحمل البرنامج مباشرة ما رح تتغلب التليجرام من أرقى وأفضل برامج التواصل أفضل من مواقع التحميل مواقع الأبلود يعني الواتساب بمليون مرة وفيه كمان أيضا إنشاء قناة وإنشاء قروب تقدر تعمل قروب لا تجمع مثلا في بعض الناس عندهم مناقشات معينة ما فيه مشكلة يعني دردش قروب دردش جماعية والحلو فيه إنه إذا إنت فرماتت تلفونك عملت فرمات أو عملت ضبط مصنع تقدر تحط الرقم تبعك مثل الواتساب تماما بتسجله بترجع بتلاقي كل المحادثات موجودة وبتلاقي كل الملفات اللي أنت حملتهم موجودين وتقدر ترجع تحملهم يعني ما بتخسر الحلو فيه إنه عبارة عن سيرفر يحمل برامج والخاصيل الروعة فيه إنه بيكون إنك عندك ملف حجمه جيجا ونص حجمه جيجا ملف ضخم يعني تبعثه مهما كان امتداده mp3 wave rar برامج تشغيل إيش مكان امتداده مش مهم ليس مهما أي نوع من الامتداد فقط تضغط عليه وتبعث الشخص المطلوب اللي عاوز ترسله أو بدك ترسله في جروب أو أي حاجة تضغط عليه فقط تختار المكان اللي ترسله ويرسله رائع جدا جدا طيب نرجع لموضوعنا شايفين الوصف عرفنا شو الوصف تمام وعرفنا كيف نوصل للقناة وعرفنا كيف نوصل للفيديوهات راح أحكي لكم عن قوائم التشغيل أنا عامل قوائم تشغيل الحلول التقنية اللي هي برامج الكمبيوتر اللي عاوز زرس الفيديو مثلا أنا حطلب اختبارات فيديو يعملها أحيانا بيكون عنده حجم الكاميرا عالي فأنا بختصر عليه شو بقول له في حلول عندك في درس كيف تضغط الفيديو عن طريق التليجرام وتحفظه وتبعتلي اياه على المسنجر بيقيل حجمه من 400 ميجا أو 500 ميجا أو قيجا ممكن يوصل حجمه ترسله على المسنجر بكل بساطة وأشوف الاختبار وأعطيك رأيي نجحت أو غير غير ناجح فيهم دروس الأسياخ بالتلتيب أنا عامل بلاي لست أو قاوام تشغيل هاي تضغط عليها بيبلش عندك ترتيب الدروس من الأول طبعا تضغط على زر المشاهدة اللي حاب يجوف الدروس مثلك كأنك عم تحضر مسلسل حلقات متتابعة وأنا القنوات يعني أنت شو مشترك قنوات لمحة يعني أنت حاب تحط لمحة عن القناة أنا كاتب هذه القناة علمية ستكشف علوم الطاقة الاستشعارية تكشف أسرار الأسياخ وستوضح جميع عيوم مساوى دراسات الأسياخ والأجهزة ومحاسنها طبعا هذا الحكي راح يتم وضع دروس عنه وراح تنكشف كثير أسرار بالأسياخ أنتم متوهمين إنها حركات معينة وهي ليست حركات معينة للأسف يعني هو عبارة عن وهم عندكم يعني أنه أنتم وصلين شيء عظيم لا أنتم وصلين شيء أصلا وهم راح ننتقل لموضوع الجروب على الفيسبوك مثلا أنا عندي التعليقات للإشعارات راح أفوت عندي بدي أبحث عن الدروس أنا مشارك في تعليق على الجروب أو سألت أين الدروس راح أقول لكم راح تكون موجودة في أعلى الجروب أنا وحور جيكم كيف حروح على أعلى الجروب بكل سهولة لاحظوا فيه هون هنا اسم الشخص اللي هو أمين طبعا هو منزل إشارة مش موضوعنا نضغط على الأقرب الأحمر للأسياخ ومكتشف أسرار من الأسياخ إلى آخره تضغط عليها يدخل معك على بداية الجروب مهما دخلت الجروب مهما طلعت نزلت تجده في أول الجروب من الأعلى دائما موجود فيه قواهم الدروس بالترتيب الدرس الأول معلومات تكملية الدرس الأول الدرس الثاني الأساسي طبعا الدرس الأول هو الأساسي والدرس الثاني الأساسي ورح يكون فيه درس الثالث الأساسي لربط السيخ بالكهرباء طبعا عن طريقه تعرف نوع قطبيق جسمك سألي بقى موجب بعديها في عندك درس حل مشكلة الضمر لكن أنا كوني أن نزلته قبل الدرس الثالث لأنه تقصدت أنه أجله درس حل مشكلة الضمر رح حكي شوية موضوع مشكلة الضمر أخوان يعني اللي يكون رسل بالاختبارات لا يفقد الأمل الموضوع بسيط جدا شوف أي أشخاص ورباء عليك خليهم يشوفوا الفيديوهات يفهموها ما في داعي أنه يشتغلوا بالأسياخ مو حاب يصير خبير إحنا مش هدف أنه يصير خبير هدف أنه ينجح بالأقطاب بس عشان يساعدك على صناعة سيخك لأنه سيخك بداية سيكون كالتالي الدرس الأول هيفهم كامل يستخرج الأقطاب الشخص هو وبعد ما يستخرج الأقطاب وينجح فيها راح يرسلني على الخاص على الفيسبوك طبعا راح يرقيني من خلال القروب وبعدها راح ينجح بالاختبار الثاني بسهولي إذا نجح بالأقطاب بعدها راح يصنع تصنع أنت السيخ الرباعي السيخ الرباعي هو الشخص راح يستخرج أقطابه يعرف وين الحلقات المطلوبة تربطه ببعض الجازوس السيخ الرباعي سهل تصنيع وينه صعب تمام هو هيمسك ويفحصك ومشروح الطريقة كاملة في الدرس حل مشكلة الضمر بعد هيك هو راح يصنع لك سيخك راح يباشر زي ما صنع سيخ ورح يصنع سيخك إليك لأنه يعرف قطب جسمك راح يستخرج الأقطاب اللي هو بالدرس الأول تمام انت هتكون مجاهز السياخ المرحلة الخامسة راح تستنى طبعا انت عرفت قطب جسمك انحلت مشكلتك بالكامل إليك كشخص لأنه إذا قطب جسمك مثل قطب جسمه وهو عرف من طريق الكرباء إنه موجب أو سالب هو راح يقول لك نوع قطب جسمك بسهول أو انت هتعرف لوحدك لأنك شفت الدرس حل مشكلة اللي هو تصنيع بورد تقوية إشارة تربط بالمقبض من الأسفل لازم يكون المقبض معدني وطولت عليكم وأشكركم جميعا وتحياتي وأشواقي لكم وأتمنى منكم تشتركوا بالقناة تابعوا الدروس تشوفوا الدروس كاملة يريد تدعموا القروب يزيد لأنه ألفين شخص خلي الناس تستفيد غيركم يعني مشرط أنه أنت خلص استفدت أنت عملت اللي عليك لا يعني يكفي أنك حسن بعشرة أمثال تنشر علم بتساهم بنشر علم وتحياتي لكم والسلام عليكم